مرحبا شباب شونكم اتمنى تكونون بخير اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد اليوم راح نشرح طريقة ارسال الاموال او العملات الرقمية من منصة باينانس الى محفظة تروست والت للقيام بعملية شراء عملات جديدة عن طريق البانك كيك سواب طبعا الطريقة مثل ما تشوفون اول شغلة تدخلون على منصة باينانس هاي منصة باينانس مثل ما تشوفون جوا مكتوب كلمة محفظة تضغط على كلمة المحفظة من المحفظة تضغط على كلمة سحب على سبيل المثال الريد نسحب عملة البي ان بي لشراء عملة او نسحب الدولار اليو اس دي تي لشراء عملة من محفظة تروست والت نروح على كلمة سحب مثل ما تشوفون ننتظر طبعا حاليا شوي اكو نرجع نضغط على سحب مثل ما تشوفون نريد نسحب مثلا اليو اس دي تي العادي هذا اليو اس دي تي تي او البي ان بي ونرسلهن او الترون ونرسلهن الى محفظة تروست والت طبعا على سبيل المثال اذا اردنا ننقل البي ان بي طبعا نضغط على البي ان بي طبعا مثل ما تشوفون نروح حسا هذا هنا نفتح هذه الخانة ونروح على محفظة تروست والت نجيب العنوان ونضعها هنا نلسقه عنوان البي ان بي طبعا هاي تروست والت المحفظة نيجي على البي ان بي هاي البي ان بي نسوي تلقى نضغط على تلقى ونسوي نسخ عندما نسخنا نرجع حسا لمنصة باينانس هاي منصة باينانس نلسق العنوان الادريس طبعا لسقنا طبعا هنا ما يحتاج هذا الميمو هو كاتب لك الحد الاقصى كاتب الكياه هنا هسا مثلا نسوي عملية سحب بمجرد الضغط على كلمة سحب سيقوم بنقل هذا المبلغ من البي ان بي الى محفظة تروست والت طبعا مثل ما تشوفون جوه تطلع لكم رسوم المعاملة صفر فاصلة صفر 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 خمسة بي ان بي كل شي تقومون بي تطلع لكم رسوم المعاملة طبعا رسوم المعاملة زيانة بالنسبة للبي ان بي اذا نسحب يعني مو كلش غالية وطريقة ثانية تقدرون مثل ها سهيتشو تدوس على سحب او تقدر تغير المبلغ الكمية مثل ما تريد تسحب هذا الحد الاقصى او كل الموجود تسحب اقل تختار جد تريد وتسحب طبعا نفس اللي الرسوم نفسه هي وتضغط على كلمة سحب سيت تنتقل تقريبا تاخذ لخمس دقائق او عشر دقائق تلقي البي ان بي تحول الى محفظة روست والت او مثلا تريدون اليو اس دي تي تسحب اليو اس دي تي طبعا نروح على محفظة روست والت نسوي رجوع نقدر باليو اس دي تي تي ثر هم نشتري طبعا هذا اليو اس دي تي طبعا هذا الباينانس بير تي ثر يو اس دي تي مثل ما تشوفون نضغط تلقى نسوي نسخ مثل ما تشوفون باينانس بير تي ثر يو اس دي بي اي بي اش بي عشرين نسوي لنسخ نرجع طبعا هذا نقدر نشتري به بالاضافة الى باينانس سمارت شين نسوي لسق هنا رح نسحب اليو اس دي تي العادي هذا اليو اس دي تي العادي طبعا تي ثر يو اس دي تي عادي تي ثر على منصة باينانس نضغط ونخلي لسق العنوان طبعا لليو اس دي تي باينانس هذا ما الباينانس طبعا نخلي لسق نخلي الحد الاقصى مثلا عدي 68 دولار مثل ما تشوفون هذا الحد الاقصى هنا يقول لك اختيار اختيار الشبكة نرجع نشوف طبعا نرجع الوراء على مد اختار الشبكة الصحيحة شكات بنا نشوف هاي محفظة روس طبعا يقول لك ارسال فقط بي اي بيا عشرين لازم نرجع حسن نختار هنانا الشبكة اللي هو ياه هو هاذ بي اي بيا عشرين نضغط عليه مثل ما تشوفون هسه ستطلع علامة صح قدامه ندوس على تأكيد سوى مثلا حد اقصى مثل ما تشوفون جواب الرسوم جدا قليلة تقريبا الرسوم صفر فاصلة ثمانية يعني لو جقد ما ترسل حتى لو ترسل خلي نقول مليون دولار ياخذ صفر فاصلة ثمانية يو اس دي تي هاي بالنسبة هاي الطريقة او حتى البي انبي جقد ما ترسل هو ياخذ الرسوم نفسه صفر فاصلة صفر صفر خمسة بي امبي وبعد ذلك ندوس عملية سحب طبعا من ندوس عملية سحب رح يقول لك يطيك هذا المبلغ ورح من مطاك هذا المبلغ يقول لك تأكيد من نسوي تأكيد نضغط على تأكيد رح يقول لك لازم ادز الى الى دوس يعني شون للرقم التليفون مالتك ولل تسوي تأكيد ولل ايميل تدوس رموز طبعا تجيك الكود تكتب الكود يلا تقدر تقوم بعملية السحب طبعا يطيك تقريبا دقيقة مدة لازم تسوي اثنين ع السريع وتدوس ارسال بعدين وتتحقق العملية طريقة جدا سهلة بالسحب طبعا من منصة باينانس هذا كل شيء طبعا من توصل الاموال الى محفظة trust wallet الBMB او USDT تيثر هسه مثل هذا USDT تيثر تقدر تشتري بيه ايضا تروح على dubs bank swap مثل ما تشوفون هنا انا مثلا اختار عملة اريد اشتري خلي نقول انكر بس ما اريد اشتري ها بال BNB اريد اشتري ها بال USDT تيثر باينانس اختار ادي 9.2 دولار USDT طبعا هذا مو USDT العادي قلت لكم عليه USDT باينانس لازم تركزون على هذا الشيء لان تصير عملية غلط اذا نقلت هذا المكان ثاني ولازم اذا تريد تشتري بهاي الطريقة لازم عندك مثلا هنا اختار عملة BNB Smart Chain لكي تتم العملية ما تقدر تشتري ولا تتم العملية اذا ما عندك BNB Smart Chain وبعدين ندو swap وتكمل العملية زيان اللي هي هاي BNB Smart Chain هاي السودة هاي لازم يكون عندك رصيد من عدها على مو تقدر تشتري اي عملة تقريبا هي هاي اهم شي اذا اذا جبت مثلا خلي نقول BNB حولت هاي BNB الصفرة لازم تحولها الى BNB Smart Chain وهو التحويل يكون عن طريق كلمة DX ومن نختار تكتب هنا تختار BNB مثلا و BNB Smart Chain وسوي تدفع من BNB الى BNB Smart Chain تختار الكمية وسوي مبادلة دوس اوكي رح يتحول الرصيد من BNB العادي الى BNB Smart Chain على مو تقدر تشتري بال BNB Smart Chain او تقدر تدفع رسوم اي معاملة عن طريق BNB Smart Chain تقريبا هذا كل شي عن طريقة سحب العملات من منصة Binance الى محفظة Trust Wallet والقيام بعملية الشراء لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر